اهلا بكم من جديد احتجزت ميليشيات الحوثي وصالح 11 شاحنة تابعة لمركز الغسيل الكلوي بمدينة تعز الشاحنات كانت محملة باجهزة ومستلزمات طبية لمرضى الفشل الكلوي وقام الحوثيون باحتجازها ونقلها ورفضوا الافراج عنها وحملت مصادر طبية المتمردين مسؤولية توقف مركز الغسيل الكلوي عن العمل وتدهر حالات المرضى وطالب الاطباء في مركز غسيل الكلة المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية التدخل والضغط على ميليشيات الحوثي للافراج عن الاجهزة والادوية الخاصة بالمركز هذا وقد قال الجيش اليمني ان قواته قتلت 13 متشددا في مداهمة خارج مدينة المكلة بجنوب البلاد اليوم وان جنديين قتلا ايضا في طار المواجهات التي تستهدف اعادة الامن الى المنطقة وذكر مسؤول امني ان المقاتلين هم من تنظيم القاعدة وقال الجيش بانهم كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم ارهابي مفاجئ لبعض مراكز القيادة العسكرية فجر الاحد الا انه تمت استعادة السيطرة على الموقع من قبل قوات النخبة والجيش وبمساندة جوية من قوات التحالف العربي بطائرات عامودية قامت بملاحقة المجموعات الارهابية المنتشرة حول الموقع اثناء اهروبها من ارض المعركة وكان الجيش بسط سيطرته على المكلة الشهر الماضي بعد عام من سيطرته او سيطرة تنظيم القاعدة على المدينة وللحديث حول هذه التطورات ينضم الينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري كما ارحب بضيفي من الرياض الباحث في شؤون الجماعات المتشددة حمود السيادي اهلا بكم ضيفي الكريمين ابدأ معك دكتور فايز من عمان بداية مساء الخير ما الذي يمثله هذا التحرك الاستباقي والى اي درجة يعكس قدرات اكبر واكثر تنظيما للجيش اليمن الوطني في مواجهة هذا التنظيم يا سيدي هو بعد ان تم السيطرة على المكلة من خلال ضربة سريعة وحاسمة تم قتل تقريبا ثمانمائة عنصر خلال ساعات ودانت المكلة بالسيطرة الظاهرية انا تحدثت في ذلك اليوم وقلت ما يأتي سيكون صعب حيث ان هذا التواجد المفتوح للقاعدة في مدينة المكلة لأكثر من عام يمكن مهاجمة من خلال العمليات العسكرية على ثلاثة محاور كما تم بمساعدة القوات الخاصة الاماراتية والسعودية وغطاء جوي وقوات النخبة الحضرمية لان بعد هذه الهزيمة في العلم العسكري ومن خلال مراجعة تاريخ التنظيمات الارهابية الان هي تختفي تحت الارض وتعمل على نظام الخلايا العنقودية وتبدأ تمارس تنفيذ عمليات ارهابية سواء انتحارية او انغماسية او عمليات خطف وما غير ذلك لهذا السبب الان عملية المواجهة هي ليست عسكرية بالدرجة الاولى رغم ان الفاعل الرئيسي العامل العسكري هي عمليات استخبارية الان تحولت هذه القوات الى العمل في الخفاء العمل تحت الارض بجماعات صغيرة اذا مواجهة التهوى يكمن في اكتشافها وتحديد مكانها وتوجيه ضربات استباقية فكلما كان البعد الاستخباري والامني ناجح كلما كانت ما يلي ذلك من اجراءات كعمليات عسكرية بنيت على معلومات صحيحة تكون ناجحة الان تم توجيه هذه الضربة بنجاح تم قتل 13 شخص من القاعدة قتل جنديين وجرح تسعة اذا هي نقول عملية ناجحة بالمعيار العسكري والامني ولكن علينا ان نتذكر ان الخلايا النائمة هي منتشرة واكثر انتشار لها في المحافظات الجنوبية التي دانت اما كليا او جزئيا بالسيطرة للشرعية اليمنية ولقوات المقاومة الشعبية اليمنية فيما المحافظات الخاضعة لصالح والحوثي لا تزال في منأة عن عمليات فاعلة لتنظيم القاعدة للعلاقة البينية والخفية ما بينها وبين صالح وما بين الحوثي طيب سيد حمود الزيادي النجاح كما اشارى اللواء فايز الدويري من عمان النجاح استخباراتيا يتطلب عدم وجود حاضنة في هذه المناطق رفض لتواجد مثل هذه التنظيمات في مناطق حضرموت المكلة تحديدا الى اي درجة هناك رفض شعبي وايضا عدم وجود حاضنة لمثل هذه التنظيمات ام ان التنظيم استطاع ان يخلق ربما قبول لدى بعض اطراف الشارع اليمنى مساء الخير لك ولمشاهد الكرام وللواء الحقيقة انه نعم هنا الخطورة اعتقد هذا الامر وعام من السيطرة تنظيم القاعدة وربما يعني تغلغله في النسيج اليمني خاصة في هذه المحافظات اعتقد انه سيترك له حضورا وسط خاصة في اوساط الشباب نتيجة حيمنته وادارته لمدينة المكلة على مدى عام وادارته المدنية حتى انه تقاسم ذلك مع بعض الرجال القبائل نتيجة الاوضاع الامنية وانهيار الدولة اليمنية واختفى الدولة الشرعية هذا الامر طبعا بالتأكيد سيكون له وتبعاته هنا المرحلة الجديدة طبعا النجاح الذي حدث في 24 ابريل حينما استطاعت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات وايضا الجيش اليمني في طرد واستعادة المكلة من قبضة وهي منطقة مهمة جدا واستراتيجية لتنظيم القاعدة لابعاد نفطية تجارية استراتيجية كموقع استعادتها هذا نقطة مهمة جدا وتحول كبير ومهم لكن ايضا المرحلة الجديدة هي مرحلة حرب العصابات والخلايا كما تحدث اللواء الخلايا العنقودية الخلايا النائمة العمليات الإرهابية التي تستهدف المقرات الأمنية أو بعض مقرات الحكومة اليمنية كما كان يخطط لذلك التنظيم يعني العملية التي حدثت اليوم هناك سيرات مفخخة كانت تنوي القيام بأعمال وشيكة إرهابية وشيكة إذن المرحلة القادمة هي من تلك الأعمال لذلك يتطلب عمل أمني وليس عمل عسكري نعم العمل عسكري هو موازي ودعم لهذا الأمر لكن اليمن ككل خاصة في المناطق المحررة يحتاج إلى عمل أمني استخباراتي لأن السيطرة على أي جيوب لهذه التنظيمات الإرهابية يحتاج إلى خبرة أمنية أكثر من خبرة عسكرية ميدانية والعمل الاستخباراتي مهم جدا في هذا الإطار محاولة أيضا احتواء سكان هذه المدن التي سيطر عليها التنظيم وإعادة تهيئة هؤلاء ودمج ومعرفة مدى تغلق التنظيم في أوساط الشباب هذه من النقاط المهمة في المرحلة المقبلة طيب اللواء فايز يعني الآن النجاح في الجانب الأمني كيف يمكن أو ما هي المتطلبات الآن للنجاح من الناحية الأمنية في ظل عدم موجود الدولة وأيضا يعني الأجهزة الأمنية هي في مرحلة بناء أصلا يا سيدي يعني العملية معقدة جدا ومتداخلة جدا في بعدها الاجتماعي في بعدها الثقافي في بعدها العسكري في بعدها المصلحي يعني الأمر أكثر تعقيدا ودعني وضح بإيجاز قدر الإمكان النقطة الأولى تغيير تغيير الولاء في اليمن هذا معروف تاريخيا وبالتالي الإنسان يصبح جمهوري ويمسي ملكي أيام ثورة سبتمبر والآن يصبح داعم للحوثي ويمسي داعم للشرعية هذا الأمر معروف أنا هنا لا أنتقد إنما أضع النقاط على الحروف هذا البعد الأول البعد الثاني ثمانين بالمئة من الشعب اليمني تحت خط الفقر وبالتالي لو كان الجوع رجلا لقتلته البعد الثالث حالة الإنسياء الفوضى التي خلفتها مليشيات الحوثي وما قبل مليشيات الحوثي وثلاث ثلاثين عام من عمر صالح وتحديدا من الأربعة وتسعين من حرب الاستقلال في المحافظات الجنوبية الآن مجبوح هذه العوامل وغيرها الكثير لا يتسع الوقت له يجعل الأرض اليمنية بيئة خصبة لانتشار هذه الأفكار المتطرفة أو على الأقل استقطاب فئة الشباب العاطلة عن العمل التي لا تجد المصروف التي لا تجد لقمة العيش وبالتالي الإغراءات المادية هي مدعاء للجذب هذه الجماعات يضاف إلى ذلك الجماعات المقاومة الشعبية في الساعة كذلك المقاومة الشعبية مهمشة من حيث الرواتب وبالتالي هي تملك السلاح ويمكن استقطابها وتغيير ولائها يضاف إلى ذلك فوضى السلاح الموجود في اليمن أصلا تاريخيا اليمن في بداية الثورة كان يوجد به خمس وستين مليون قطعة سلاح ما بين خفيف ومتوسط وهو موجود أي بمعنى آخر بمعدل اثنين ونصف قطعة لكل شخص في اليمن وبالتالي مجموعة هذه العوامل يؤدي إلى إيجاد البيئة لحاظن الخصبة سواء وافق الأغلبية أم لموافق الآن نعود إلى البعد الأمني البعد الأمني يجب في البداية خصر السلاح وبالتالي يجب إعادة تنظيم المقاومة الشعبية يجب تفعيل العمل الاستخباري لتحديد أماكن الخلايا النائمة والمشبوهين والمتعاطفين إلى غير ذلك يجب تأهيل القوات الأمنية نفسها لأن الجيش اليمني تاريخيا ليس بالجيش الاحترافي يعني الحذرا وبالتالي لا يتنطبق عليه المقاييس العام للجيوش فبالتالي أمامهم مسار طويل ومخاف عسير ولنا في عدن عبرة عدن لها أكثر من عام تم تحريرها وتحدثت كثيرا عن الهواجس الأمنية ولغاية العادة يومية لكن أيضا ربما هناك شيء مختلف في عدن عن المكلة وحضرموت هناك سيد حمود ولعلي أنتقل بهذه النقطة إليك على النقاط التي أضافها اللواء فايز هي دور القبائل ربما أكثر تأثيرا ولهم ثقل أكثر يعني كلما دخلنا أكثر في جنوب اليمن وأيضا في داخل حضرموت ثقل القبائل أيضا هناك حديث عن أن لهم اتصال دائما بقيادات التنظيم ما الدور المطلوب من قيادة التحالف القوى الداعمة للشرعية الآن لكسب رجالات القبائل في معركتهم ضد هذه التنظيمات بالتأكيد هذه نقطة محورية ومهمة في اليمن اليمن يعني دولة مكون من قبائل والقبيلة مؤثرة في النسيج اليمني حتى على مستوى السلطة فضلا عن مستوى هذه التنظيمات وتقاطعاتها ومصالحها وأيضا الفراغ الذي أحدثه انهيار الدولة التي كانت أيضا لم تكن الدولة المركزية المسيطرة على اليمن على مدى فترة طويلة وبالتالي نحن نتحدث عن دور مهم ومحوري الدور المعقد في المرحلة القادمة هو أن يكون هناك معالجة جديدة للداخل اليمني محاولة استعادة الدولة أو محاولة تأسيس دولة مدنية هذا مشوار طويل ومرحلة طويلة لكن لا بد من التفاهمات مع هذه القبائل للمساعدة في المرحلة المقبلة حتى يمكن القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية التي تستفيد من شباب القبائل تستفيد من هذه حالات الفقر تستفيد من حالات الفوضى تستفيد من حالات الاستقطاب حتى الطائفي السني الحوثي إلى آخر هذه التباينات مفيدة لهذه التنظيمات الإرهابية أيضا مع دخول تنظيم داعش الذي يتضاد مع القاعدة لكنه يصب في استهداف الحكومة الشرعية التنظيمين الإرهابيين القاعدة وداعش الآن يستهدفان الوجود الشرعي أو الحكومة الشرعية في مناطقها لأنهم يعلمون أن بسط نفوذ الدولة اليمنية على كامل التراب اليمني هذا يعني تضييق المساعة لهذه التنظيمات الإرهابية لا يمكن أن تعمل بسهولة مع الدعم التحالف العربي لذلك الأمر معقد سيكون هناك محاولة لإيقاف سيطرة الدولة اليمنية والشرعية اليمنية من قبل هذين التنظيمين الذين يتقاطع مصالحهم مع المخلوع وأيضا للحوثي رغم التباينات التي بينهم والتقاطعات التي حدثت خاصة مع تنظيم القاعدة والمخلوع في أوقات سابقة والمصالح المتبادلة هذه مرحلة معقدة جدا بالتأكيد العمل مهم ويحتاج مشوار طويل مسألة معقدة وتحتاج إلى مشوار طويل اللواء فايز في دقيقة إذا سمحت كيف يمكن ترتيب الأولويات في ظل هذه المواجهة وأيضا التحقيدات والصعوبات باختصار يا سيدي على البعد العشائري أو البعد القبلي القبال اليمنية قبال براجماتية وبالتالي يمكن استقطاب واستمالة شيوخ القبائل من خلال الدعم المالي وهذا متاح ومتيسر لدى دول التحالف لا بد من إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس سليمة وبعد إجراء تدقيق أمني لا يسمح بالاختراقات بهذا الحجم المفضوح ومن ثم تفعيل العمل الاستخباري ويأتي لاحقا بناء الجيش الوطني فنكون قد أسسنا لبناء الدولة الوطنية أشكرك إذن اللواء فايز الدويريا الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من عمان وأكل الشكر لضيفي من الرياض سيد حمود الزياد الباحث في شؤون الجماعات المتشددة شكرا جزيلا لكم مشاركتنا هذا الحوار